الحوار وتقبل ثقافة الآخر يمكن جملة كده ممكن تكون سهلاً نحن نقولها لكن في تطبيقها الموضوع بيبقى صعب جداً لأن دي بقى بتبقى طبيعة بشرية أو بتبقى طبيعة أشخاص موضوع كبير كده يمكن نحن مش هندخل فيه لكن احنا بنتكلم أن أهمية الحوار وثقافة تقبل الآخر ده موضوع مهم جداً لما يكون متعلق بالوطن باستقرار بلدك اللي انت عايش فيها عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتكلم في الموضوع ده والتاريخ الإسلامي يعني ازاي تعايش مع فكرة الحوار وتقبل ثقافة الآخر وإخواتنا في ليبيا الأشقاء الموضوع ده أخبروا ايه عندهم برضو في المشهد وأهميته خاصة في هذا توقيت الحرج معنا دلوقتي دكتور حسن سليمان الإذاعية والإعلامية دكتور حسن تحياتي لحضرتك في البداية أهلاً مساء الخير أستاذ آية أهلاً بك وأهلاً بالسادة المشاهدين يا أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور حسن محتاجين كده نتكلم في أهمية الحوار وثقافة تقبل الآخر يعني والمشهد الليبي خير دليل ان احنا نستشهد بأهمية هذا الأمر فيه خاصة في هذا توقيت طبعاً لا شك أن المالات في الليبي نفسه احتاج كثير من الحوار وأن تكون مائدة الحوار دائماً مفتوحة للوصول إلى حلول مثلة وحلول صحيحة للشعب الليبي يمكن كان هناك مفاوضات كثيرة جداً على مدى عشر سنوات منذ بداية الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 ونحن في ذكرها العشرة طيلة هذه الفترة كانت هناك لون من ألوان القلق والعرقيل في الدولة الليبية مما دعاهم إلى أنه لا بد من عقد مائدة حوار والحقيقة تحت رعاية الأمم المتحدة ستيفاني وليامس طبعاً ما قصرت في هذا الأمر فكانت هناك مواعد حوار في القاهرة وفي أبو الزبي وفي جينيف وفي تونس وفي تانجا في المغرب وفي باليرمو كل هذه كانت لون من ألوان الوصول إلى مائدة مفاوضات وحوار بين الفصائل المختلفة في ليبيا يمكن آخرها والتي أتت بثمارها المرجوة كانت في بداية نوفمبر الماضي حينما اجتمع في تونس على مائدة مفاوضات ومائدة حوار ما يقرب من 75 ولكن كان إلى حد ما ستبوء بالفشل لأنها لا تمثل الكثير من الفصائل المختلفة في ليبيا لكن استطاعوا أيضاً هذه المجموعة أن تصل إلى ما يقرب من 80% من الحلول المختلفة يمكن عاون هذا أيضاً مسألة الاجتماع بداية بمئة من أعضاء مجلس الشعب في تانجا وأيضاً في نهايات نوفمبر الماضي وهؤلاء كان لهم القبول لأن الذين اختيروا هم يمثلون طوائف مختلفة من الشعب وهؤلاء منتخبون وبالتالي فكانوا يمثلون الطوائف المختلفة من الشعب الليبي مما أتت بثمارها المرجوة والتي وصلت إلى الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021 حقيقة نستطيع أن نقول بأن لو لا هذه المفاوضات ولولا هذا الحوار لكن وصلنا إلى المربع رقم صفر وبالتالي ستكون هناك الأزمات والعرقيل المختلفة التي تصادف ليبيا إما أن تكون عرقيل داخلية من خلال الميليشيات المختلفة التي تتنافس فيما بينها لكسب مصالح شخصية أو عرقيل خارجية أيضاً لكسب مصالح مادية داخل الدولة الشقيقة ليبيا هذه الأمور كلها لا بد أن تكون في بؤرة اهتمام الليبيين لأن هذا الحوار هو الذي سيوصلهم إلى ما يرجون من انتخابات تشرعية في نهاية ديسمبر والاستقرار بإذن الله لليبيا بشكل كبير جداً في هذا العام دكتور حسن ما يمحشل لحضرتك تكون معنا وما نستشهدش بأمثلة في التاريخ الإسلام وطبعاً تفضل حضرتك كامل فكرتك لكن ده يعني السؤال القادم لحضرتك تفضل لا إن شاء الله لا وأنا كنت عايز أقول بس أن هم فعلاً وصلوا إلى درجة من النجاح في مسألة انتخابهم لعبد الحميدة ديبابا لمجلس الوزراء وأيضاً لسيد محمد المنفي لرئاسة المجلس كل هذه الأمور تشير إلى البشريات طيبة للشقيقة ليبيا إن شاء الله أما بالنسبة للتاريخ الإسلامي وبالنسبة للحوار والمفاوضات والمواطنة عمتاً المواطنة في أي مكان لا تمثل إلا ركنين عظيمين وهو الحوار وقبول الآخر وبالتالي فكان في التاريخ الإسلامي يمكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هجر من مكة إلى المدينة كانت هناك لون من الألوان قبول الآخر فعقد اتفاقية بينه وبين اليهود ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويمكن هناك عبد الله بن سلام حينما ذكر بنفسه أنه وقف ليرى ما سيصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به حينما دخل المدينة فإذا القوم كلهم يقولون انجلفوا بنص الرواية يعني ذهبوا وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ثلاثاً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأعطاهموا الطعام وصلوا بالليل والناس والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام يقول حينما رأيت وجهه قلت ما هذا بوجهك الذاب ولذلك كان هناك لون من ألوان الوآن في المدينة المنورة بين كثير من الفصائل وخاصة الأوس والخزرج الذين كانت قبيلتين تتناحران دائماً وكان اليهود في هذا المكان يؤججون فتيل الأزمة وفتيل الفتنة بينهما حتى تستمر الحروب بينهما لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الآخر وبالحوار استطاع أن يرسي مبادئ المدينة المنورة والتاريخ الإسلامي شاهد على ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه وصحابته كانوا قدوة للناس جميعاً مما جعل الإسلام ينتشر في ربوع الدنيا بهذه القدوة الحسنة ويمكن من خلال الحوار الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة أو غير الصحابة من الأقوام الآخرين يمكن أذكر الموقف الذي كان بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحكي بنفسه عما حدث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج هو ومجموع من الصحابة فإذا به يمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله إني لأحبك فقال له أكثر من ولدك قال نعم أكثر من ولدي أكثر من أهلك قال نعم أكثر من أهلي أكثر من مالك قال نعم أكثر من مالي قال أكثر من نفسك قال لا فننظر إلى الصداء الصراحة والصدق الذي كان به سيدنا عمر بن الخطاب ثم خرج وأتى إليه وقال له يا رسول فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بد أن تكون محبتك لي أكثر من نفسك فخرج سيدنا عمر وأتى إليه وفي نفسه كلمة فقالها والله إني لأحبك أكثر من نفسي فيقف عبد الله بن عمر ويقول له يا أبتي ما الذي حدث حتى تصل إلى هذه القناعة فقال يا بني بحثت في نفسي وسألت نفسي في يوم القيامة لمن أحتاج إلى نفسي أم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أنني في أمس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وكل قناعة بهذا الأمر هذا الحوار الثري العظيم بين سيدنا عمر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين سيدنا عمر وولده سيدنا عبد الله بن عمر والذي استكمل الحوار بعد ذلك وقال له إذا ما نسيت أي شيء فأي شيء لا تستطيع أن تنساه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا بني إن نسيت فلا أنسى ما قلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتيته حتى أستأذنه في أن أذهب إلى العمرة فقال لا تنسنا من صالح الدعاء يا أخي فهذه الكلمة يقول إنها أصبحت يعني من أعظم الكلمات التي توزن بها الدنيا وما فيها عند سيدنا عمر الحقيقة يعني أكيد الحكايات مع حضرتك والقصص يعني دايما بنستمتع بها كل أسبوع يا دكتور حسن يعني إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن ده إن كان لنا عمر يعني أنت قابل مع حضرتك وتزدنا الحقيقة وتمتعنا أكتر بالقصص من التاريخ الإسلامي دكتور حسن سليمان الإذاعي والإعلامي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش وهذا الكلام الحقيقة المفيد جدا لنا كلنا بشكرك يا دكتور